هذا الشيخ خمير ياهلن ومرحم شو سؤالك اليوم من وين جنابك أخوك عثمان من مرحم عثمان من وين من مصر من مصر ياهلن ومرحم ياهلن تتكلم خليجي ما شاء الله نتولى ليه ليه ما نتكلم خليجي نتكلم خليجي وعراقي لا لا خلك على المصر جيد طيب طيب موضوعنا المتعة المتعة التي شرعت في صحيح البخاري ومسلم عندكم ماذا استفادت الأمة من تشريع المتعة من جزء كم المية ولا المية وخمسين لا والله ما ننزح ليش ما نصدق لا ننزح لي كم شهرين على الموضوع ولا لا انت شاركت بي اذا شاركت عندي سؤالي لك ثاني جيد شاركت انت؟ انا ليش شاركت انا با يعني استغرب انا اسميتك من شهر على الموضوع لا ما صار لي شهر لا صار لسبوع هذا اسبوع الثالث قالت بث يوميا اجل اي بث يوميا نعم هناك وفي برامج اخرى ايضا نناقش بيها مواضح اي 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 مو مشكلة عندك سؤال انت ما تسأل ولا شهر اي انا سألتك بس السؤال فات من يمك خطيئة ما حبيت انت ما حبيت تلتفت له ولا تسلم عليه ولا تقول له مع السلامة ولا تستضيفه لا 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 شي خطيئ لا مر من عندك السؤال بس انت ما ردته انت ما ردته شوف انا اتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اي شي عشان يعني ترى انا مترضي او انا متلاعي اي جيد هو هذا الاتفاق اي جيد تفضل اي كل واحد يحفظ حقوق احسنت هذا العرق والي يسمعك احين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اتوقف احد الغزوات يعني مش متذكر اي غزوة منهم بس الصحابة كانوا راحوا للرسول عليه الصلاة والسلام وعرف ان عندهم شوق لأهلهم وكذا وسألوه يعني رسول الله الاستخصي فالرسول عليه الصلاة والسلام عرف فاباح ليهم على الوقت المحدد زواج المتعة وبعد فترة راح حرموا اباح جيد اوكي كلام جيد طيب فتزوج الصحابة زواج متعة من الصحابيات شن هو هذا زواج المتعة لو سمحت يعني شن هو زواج دائم ولا فيه مدة مؤقتة 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 من الساعة الى الشهر الى السنة صح طيب يعني النبي شرع سواج متعة ابو الساعة ساعتين ثلاثة اربعة طيب محرمه هو اهم شيء بعدين احنا هذا مو موضوعنا موضوعنا التحريم هو اهم شيء حلله يعني وقع يعني عمل يعني عمل يعني استمتع به اصحاب العهد الذهبي حللوا الفترة معينة وبعدين حرموا ايو طيب ابناء المتعة اذا صار ابن يطلق عليه ابن متعة صح؟ اشوف ترى قاعد انت تكفز اخفز لا موجه اخفز اهه اشوف نسئلك سئلك على التحليل صح سئلك ليش شرع المتعصر ايه هو احنا اليوم احنا اليوم بالذات طارحين سؤاليا انفتيهم اه ما قلت انت كاتب في البرنامئ السؤال واحد ياخ يخو لا انا قلت بالبداية انت ما سمعتني بالمحاضرة قلت القليجاجب السؤال الاول اسئله السؤال الثاني حري واللي مجاوب سابقا السؤال الاول اللي مجاوبة ما أسئله فورا نسئله السؤال الثاني اللي اليوم طرحته أنا اليوم في جوائز في جوائز مو مشكلة طيب هذا نكاح المتعة حينما شرع طيب ونكاح الصحابة الصحابيات أيها ما حكم يعني ابن المتعة وين يروح من ينفق عليه إذ أن النبي لم يشرع له نفقة أيها لي سؤالك شيخ أمير سؤال جميل صراحة ولكن أنا أتوقع أن سؤالك سؤال افتراضي فالجواب رح يكون جواب افتراض ليش مو سؤال افتراضي هذا يعني أنا سألك سؤال يعني حينما ينكح رجل امرأة طفل يطلع بالمريخ ولا ببطن المرأة يطلع ببطن المرأة بس يش اللي درك أنه ممكن يطلع ولد أو يطلع بنت أو ممكن يطلع أو ممكن ينزل في المرأة نفسها أخي مئات الصحابة تمتعوا يعني مو واحد تمتعوا اثنين افتهم أيها أيها وبعضهم استمروا إلى زمن عمر بعضهم يعني استمروا على المتعة افتهم أيها شو المشكلة فالنبي حينما شرع الزواج غير المفروض يشرع معه ما هو حكم ابن المتعة من يصرف عليه من يحتويه من يربيه يعني النبي قال له متمتعوا ولا تحبلون أنت هذا حكي جاي تحكي بربك الملحد راح يموت منه الضحك بطن راح يطيق والله العظيم اللي يسمعه من يستجر يا أخي مونت الجاي الضحكون يعني جاي تسألون أسألة مو طبيعية أنت جاي تقولي يا أخي ما هو سؤال طبيعي واحد يشرع الزواج الزواج يقب إيه يقب أرانب ما يقب عيال العيال حكمهم إيه تقلت أنت عندك العيال حكم افتراض سؤال افتراض إيه وشن المشكلة جاب بعدين لو جاب عيال شن المشكلة من ينصرف شن حكمهم من ينفق عليهم وين نفقتهم وين حكمهم ولا بالشارع الله أعلم اشدراني يا رأي أنا كنت معهم سؤال افتراضي من البداية يقول شكرا إليك خلص وصلت الاستفادة شكرا إليك اشدراني أنا كنت معا طيب ما تسأل نبيك ما تسأل نبيك ما تسأل نبيك أسأل نبيك أنت روح قول لنبيك افتع صاحب أخار ومسلم وقول لنبيك تكلم معا قول له طب إزاي أنا عايز أفهم إزاي باقى إزاي تشرع زواك ويقى منه عيال ومش رايح مدي الحكم للعيال إزاي حيروحوا فين حيروحوا فين حيروحوا في الشارع وين يروحون ذول العيال سؤال افتها راضي شلون شلون جملة زواج زواج شنو يطلع من عنده أرانب شنو يطلع من عنده شنو أنتم والله شكرا للمشاهدة